مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وكذا ما فعلته زوجته وزوجة الجنرال توفيق وما قيل عنهما كل ذلك كان اشترط ان يتم التشف عنه جزئيا او كليا فقط وحصرا بعد ان يتوفى وهو ما حدد فبخصوص الخزينتين لتاني كان تركهما وفر خارج الوطن اثناء الحرك شعبي سبقا وكذا يحبثه والاخر قال الصحف ابو عقباء ان النظار قال له انه كان مطردا هو وكل افراد عائلته داخل وخارج ارض الوطن واررف بالقول حتى بيتي هذا لا استطيع بيهعه كما يفعل الناس من يشتري مني بيتا في قلب تكنا عندما قدرت اسبانيا تركت في بيتي خزنتين جديدتين واحد بها وطائق والاخرى بها دهبانتي واهلي وتبع ان الظار عندما دهموا بيتي وان غائف فتحوا خزانة الوطائق بالشاليمو واما خزانة الدهب فقد اخذوها كاملة وعندما سحبوها على الارض تركوا الاتار وخدشوا بها رخام القاعة ثم قام ليريني اثناء ذلك الخج ونقلب عقبة كلام الظار يقولون عني بان ديغول هو الذي ارسلني الى طورة الجزائرية لأعمل لحسابه هل ديغول غبي حتى يرسلني لادوك تكناته بالهجمات التي قد تهدد التكنات الفرنسية من سنوات تسع وخمسون الى ستون وواحد وستون المصيبة انني دربت في الكاف بعد هؤلاء الذين يقولون عن انفسهم شرفا وانا عميل اذا العميل لا يدرب الى العملاء وقال ايضا عندما اقرأ ما تكتبه الصحف حول اجتماعتي مع الفارق توفيق وحول ممارسة السلطة معه من بيوتنا اضحكوا على هذه الصحافة رغم مررت ما يكتب فانا عندما اتصل بالفارق توفيق اطلب من زوجتي ان تطلب زوجته في الهاتف لا تتحدث معه رغم انه جاري في الاساس ابو عقبة يقول ان خل نظار كان له حلقة متوترة مع جماعة بوتفليقة فقد ذكر لي ان بوتفليقة وجماعته اردوا الانتقام من نظار بسبب بعض مواقفه السياسية فاردوا سجن ابنائه بسبب شرائهم قطعة ارض في منطقة بوشاوي من فلاحين استفدوا منها في اطار تملك الارض الفلاحية فحركت جماعة بوتفليقة العدلة ضد ابناء نظار فحكم عليهم بالسجن لمدة سنة نفيده وعندما سؤنف الحكم حكم عليهم بسنة سجن غير نفيده وبذلك طوية الملف وقد قال لي هذا الكلام نظار بنفسه ايضا حاولت جماعة بوتفليقة اقلاق نظار من خلال ضغط عليها في موضوع استغلاد رخص الانترنت ذات التنفق العالي التي كان كون بها نظار شركة شيغلو نحو 600 مهندس من خريج الاعلام العالي في الجزار فقررت سلطة الضبط رفع سرع الرخصة الى 3000 فقال لنظار انه تصل برأي سلطة الضبط حينها وقال لها من حقكم رفع سرع الرخصة لكن ليس من حقكم تطبيق بها اثار رجعي لان ذلك يخالف القانون فردت عليه بان الامر متعلق بشقيق الرئيس سعيد فقال لها نظار ابلغه بانه اذا لم يحل المشكل في ظرف يومين فسانتدره في مدخل الرئاسة وافعل به ما يلزم ما دام الامر يتعلق بتعصف في استعمال سلطة وبعد يومين من ذلك حل المشكل لأول مرة حفصر يحاول تجاوز اهم خط احمر وضعته له الجزار وردت فعل رسمية وتحرك قلب الطاولة عليه ومموسير القوافل التجارية الجزائرية بداية الجزائر تقطع سريعا طريق على الانقلاب في ليبيا المدعو خليفة حفصر مع محاولته جس النبض بتصريحات وإعلانه قرب تجاوز اهم خط وضعته له الجزائر كخط احمر قبل اي تصعيد او تحدي له حيث اطل حفصر هذه المرة رفقت بعض القادة ومن اتباعه بينهم احد ابنائه محاولا اعلان تحدي جديد لدخول العاصمة ليبيا طرابلوس التي متمسكة الجزائر بوعدها ووضعتها خطا احمر عليه مع التزامها التاريخي بالوقوف الى جانب الشعب الليبي لاعادة الامن والسلم لبلادهم فحفصر حسب مراقبين محاولته والدعائته انه لن يتخلى عن طرابلوس وانه سيعود اليها لدخولها بعد ان انسحب منها قبل سنوات مرغما وتحت ضغط كبير وخطوط حمراء كانت فرضتها عليها الجزائر ودول اخرى توافق مبادرة الجزائر ايضا الاخير مع تمكن الرئيس بون ودبلوماسيته من عزله كليا حتى داخل ليبيا وخارجها مع اقناع الجزائر لعدة دول بتخلي عنه كانوا يدعمونه في السابق بعد ان اقتنع الاغلبية بمبادرة ومقترح الجزائر دعي للحال السياسي عبر الانتخابات وترك القوى ومحاولة اي حكم بطريقة غير شرعية فمعلوم ان الجزائر مع دعمها لاكتر مصار يرهق ولا يعجب حفصر خاصة مع دعمها القوي للحكومة الشرعية في طرابلوس وتمكنها من عزل اتباع حفصر وفق العزلة فقط عن الشعب الليبي الشقيق سواء جوا وبرا وبقوى في التجارية لا تتوقف شكلت شوكة في حلق حفصر لا يستطيع ولا يتجرأ على مسيح لانه يعرف كيف سيكون الرد الجزائر عليه لو تعد او مساء اي قافلة تجارية جزائرية داخل الى ليبيا ناهيك عن الخطوط الحدودية الكثير التي فتحتها الجزائر لاول مرة ظلت مغلقة لسنوات طويلة بسبب الاحداث في ليبيا اذ ان الجزائر سعولوا بقوة هذه المرة على تسريع اعادة الامن والامان لليبيا بشكل نهائي ودائم ولتقف هذه الدولة الجارة على رجليها مجددا بعد الانتخابات التي تسعى لها بكل الطرق لتعجيل بها واطفاء كل جبهات الغير شرعية وافشل كل محاولات التي تحاول افشل الانتخابات الرئاسية فاعلان حفتر ورغباته والدعاءاته الاخيرة والمتكررة حول طرابلوس يقول مراقبون انها مجرد محاولة جيس نابد ومحاولة ابرز لنفسه لكونه معزول تماما وكليا وانه رغم هذه الاستعراضات والاقاويل فانه لن يستطيع فعل اي شيء ولن تتركه الجزار يخرب ليبيا او يحاول اعادتها للوراء مجددا لهذا فتصريحته لاحدت وكل تحركته ما هي الى تعبير على فشله وتخبطه جراء العزلة الداخلية والدولية التي يعاني منها بسبب الجزار رئيس الحكومة يقاطع ويرفض دعوة الملك المغربي محمد سادس وقرار صارم وهكذا قامت الجزار بحرجه وكل دول مشاركة وسطل باول مبادرة كاملة بداية الوزار الاول ندر العربوي وكذا وزار الخارجي عطاف وحتى رئيس بون يرفضون جميعا دعوة محمد سادس لهم للقمة التي جرت في المغرب والتي تخص القمة السابعة والاربعون برفض كل من الجزائر وامتناع عن المشاركة بدون اي تمثيل في رسالة جديدة من الجزائر في دل التوتورات المستمرة وردع العربوي وعطاف لبوريطة واخ النوش الان ردع لاحد اهم ادرع محمد سادس ايضا وهو الحموشي بتأكيد من الجزائر ورفضها اي حوار مع النظام المغربي خاصة وان محمد سادس لم يطبق شرط العملية لقبول مطالباته الخاصة بمحاولته اقناع الرئيس بول يرفع العقوبات عن بلاده اما وبخصوص مقطعته ورفض كل دعوات لخوض هذا الاجتماع في المغرب لكون هذا الاجتماع اصلا تعرضه الجزائر خاصة في هذا التوقيت بالذات لانها حسب مراقبين ترى وجوب توحيد الجهود والصف العربي والدولي نحو مبادرة رسمية وجدة بحل العقلاني وكامل لوقف الاحداث وتواصل لحل يكون دائما ونهائيا حتى على المدى البعيد وليس تفريق الجهود والدخول في هكذا اجتماعات لفائدة منها خاصة في هذا التوقيس بمؤتمر لقيادة شرى وعدم ادخال اجندات صريحة للمساهمة في الحل بخصوص الاحداث نهيك عن كون الملك المغربي هو الحاكم العرب الوحيد الذي لم يكن له اي تصريح او مبادرة تكون مباشرة للحل ولم يدخل باي ضغط او جهود دولية مغاردا الان خارج سرب ايضا وهو الامر الذي جعل الجزائر ترفض وتتجهل المشاركة باي تمتيل بالرغم من كون الجزائر في السنوات الماضية لم تكن تضيع او تتغيب عن هذه القيمة مع علاكة رسالة رأس حكومة يقضح وينصر سابقاء ايقرس محمد سادس وقرار سارة وهكذا قامت الجزائر باي حرجه